موسيقى بسم الاب والابن والروحة القدسة الاله الوحيد امين وهنئكم ايها الاحباء بعيد الميلاد المجيد وبداية عام جديد 2015 نرجو ان يكون عامل مليئا ببركات الخير والمحبة والفرح والسلام والحقيقة انا سعيد ان اتقابل وتواصل معكم من خلال هذه الرسالة لكل الاحباء في كل كنيسة كل اسرة كل الشباب كل الخدام لجنة الكنيسة كل الاطفال وكل الاخوة والاخوات الاحباء في كنائسنا القبطية الارزوكسية المنتشرة في كل العالم الانسان عندما خلقاه الله اراد ان يكون كائنا حيا متصلا به على الدوان ورد ان يكون الانسان تاج الخليقة فقد سبق واوجد الخليقة كلها ثم خلق ملك الخليقة او الملك في هذا الكون في هذه الارض كان الانسان العظيم مخلوق الله المخلوق الحي الذي فيه نسمة حياة ولكن جاءت خطية الانسان وترحته ارضا وتردته بعيدا عما اراده وقصده الله ومنذ خطية ادم وحوى وهم طبعا الاب والام الاول في حياة الانسان او في خليقة الانسان صار الانسان صريع لكل الخطايا بكل ابعدها في حياته ولكن هناك ثلاث ضعفات رئيسية وقع فيها الانسان وهي نتيجة الخطية الاولى الضعف الاول هو تسلط الزات وصار الزات للانسان هي اله او هي معبودته وصار الانسان يعبد الزات والسلطة والشهوة وكل ما يحقق انانيته ويمكن لما بتبصه في العالم بتلاقي ان تحكم الزات بياخد صور كتيرة لكن صار الانسان ذاته هي اله الضعف التاني اللي ويع فيه الانسان انه ابتدى يعتدي على الطبيعة ويعتدي على اخيه في الانسانية ومن هنا نشأت الحروب والصراعات ونشأ العنف في العالم كله احد نواتج الخطية ويمكن ده فكرنا بالقصة المبكرة جدا في تاريخ البشر قصة هابيل الصديق وقايين وكيف اعتدى قايين على هابيل الصديق وقتلهه رغم ان كان عدد البشر في ذلك الوقت اعداد قليلة للغاية ربما تعد على اصابع ثم جاء الضعف الثالث وهو ان غاب عن الانسان روح الفرح وحل محلها الخوف فصار الانسان كائنا خائفا بيخاف من كل حاجة احياني يخاف من نفسه واحياني يخاف من اخر من اخر في الانسانية احياني يخاف من حيوانات من الحشرات، من المايكروبات احياني يخاف من الطبيعة من الزلازل، من البراكين أحياني خاف من المواقف وأحداث الحياة المتعددة حتى خوفه في مراحل تطور حياته طفل صغير ثم صار فتى دخل في دور المراهقة لما وصل لسن النضوج لما ارتبط لما كون أسرة لما أنجب إلى آخر وصارت الخطيئة بضعفاتها الثلاثة الزات المتسلطة والعنف المنتشر والخوف الذي يملأ جنبات حياة الإنسان ولكن الله أراد أن يجدد ويعالج الإنسانية فكان الميلاد وكان التجسد هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولأن مجيء ربنا يسوع المسيح كان هو العلاج لهذه الضعفات الثلاثة أنشدت الملائكة في يوم الميلاد هذه الإنشودة التي تعتبر العلاجات الثلاثة لضعفات الإنسان الثلاثة الملائكة أنشدت هذا النشيد الذي فرحت به الأرض وقالت كده المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر وهذه الثلاثة مجد لله في الأعالي هو العلاج الأمثل لتسلط الزات وعلى الأرض السلام ده العلاج الثاني وهو العنف الذي ساد العالم والعلاج الثالث وبالناس المصر روح الفرح التي تقاوم كل خوف في حياة الإنسان إزاي الحكاية ده هي الإنسان في ذاته نسى الله ونسى أن يسبحه ونسى أن التواصل الذي يحقق إنسانيته هو مع خالقه وابتدى يعبد ذاته وابتدى ينظر للتكنولوجيا إنها الآلهة الحديثة في حياته وتطور التكنولوجيا بصفة عامة بالأجهزة الكتيرة بإمكانيات التواصل عن بعد بإمكانيات العالم صار صغيرا جدا صار الإنسان ينظر إلى ذاته ونسى الله يجي الميلاد ويفكر نقول المجد لله في الأعالي لا يمكن أن تعالج هذا الضعف إلا إذا كنت في حال التواصل مع الله الذي خلق وهذا التواصل بيكون دايما من خلال الحياة الروحية السليمة للإنسان بكل مفردات الحياة الروحية الضعف الثاني كان ضعف العنف الذي انتشر في العالم وهذا الضعف لا يعالجه إلا صنع السلام وزي ما هو مكتوب وزي ما هو مكتوب فالتطويبات طوبة لصنع السلام لأنهم أبناء الله يدعون صناعة السلام هي أصعب صناعة موجودة على وجه الأرض ويبخت ويطوبة للإنسان الذي يصنع سلام في حياته في مجتمعه في وطنه مع أي إنسان آخر ثم الضعف الثالث وهو حالة الخوف التي صارت في حياة الإنسان حالة الخوف لا يبددها إلا فرح كبير وهذا الفرح هو فرح ميلاد ربنا يسوع المسيح من أجل الإنسان لما الملك ظهر وقال ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب هذا الفرح العظيم هو الذي يستطيع أن ينزع الخوف من جنبات الإنسان لو رجعت ويايا كده هتلاقي فيه خط رفيع في العهد الجديد في زمن مجيء ربنا يسوع المسيح وتجسده هذا الخط الرفيح هو خط الفرح الذي يقاوم كل خوف في حياة الإنسان ولذلك صارت حياة الفرح صارت هي بالحقيقة علامة الصحة الروحية عند الإنسان الإنسان لا يستطيع أن يفرح وأن يتبدد خوفه إلا عندما يكون قريبا من الله طالما الإنسان في حالة بعد في حالة غربة في حالة تغرب لا يمكن أن يشعر بفرح حقيقي فرح دائم فرح مستمر فيه معنى هذا الكلام إن أنشودة الملائكة في يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح هي العلاج الأمثل لهذه الضعفات السلاسية في حياة البشرية كلها ضعف الزات يحاربه ويقف ضده ويعالجه تسبيح لله وتقديم المجد عندما تقدم مجدا لله في حياتك الروحية ويمتلق قلبك بالمخافة الروحية حينئذ تستطيع أن تضع الزات في مكانها ولا تتسلط عليك وعندما تصنع السلام في محيط أسرتك في محيط خدمتك في محيط عملك في محيط كنستك في محيط المجتمع بصفة عامة تستطيع أن تنزع أي عنف وعندما تمتلق بالروح الفرح روح الفرح الحقيقي والفرح الداخلي الفرح القلبي يستطيع أن يتغلب على هذه الضعفات ويستطيع من خلال توبتو أن يترد كل خطية في حياته بركات عيد الميلاد المجيد تكون معكم جميعا تكون مع الكنيسة مع كل شعبها المبارك مع كل خدمها وخادمتها مع كل أطفالها وشبابها مع كل الذين يتعبون في خدمة كرم الرب على الدوام كل سنة وانتوا طيبين وبنقلكم تحيات الكنيسة في مصر وتحيات الكنيسة ممثلة في آبائها مطرنتها وأسافتها آباء الكهنة الآباء الرهبان والأمهات الرهبات الشمامسة كل الشعب من أرض مصر المباركة والمحروسة دائما أهنئ كل أخوتنا الأحباء في كل مكان كل عيد ميلاد مجيد وانتم بخير وسنة جديدة سعيدة على الجميع لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر